يعتبر ثاني أكسيد الكربون وهو من غازات الدفيئة مسؤولاً بارزاً عن الاحترار المناخي إلا أنه مسؤول أيضاً عن مشكلة بيئية أخرى وهي زيادة حمودة المحيطات فلقد ساهم نشاط الإنسان منذ العام 1800 بزيادة تركز هذا الغاز في الجو بنسبة 36% يزيد هذا الغاز المحيطات حمودة فخلال 300 عام تراجعت القوة الهيدروجينية في المحيطات من 8.2 إلى 8.1 قد يبدو هذا التغير بسيطاً إلا أن تأثيره على الأنظمة البيئية البحرية هائل ففي مياه حمودتها مرتفعة يصعب على عدد كبير من الكائنات البحرية بناء أصداف أو هيكل خارجية كلسية وقد يحدث ثاني أكسيد الكربون المتحلل خللاً في التخليق الضوئي لعدد من الكائنات الحية الدقيقة التي تمثل 99% من المادة العضوية البحرية وقد يؤمن هذا الغاز بيئة مثالية لنمو بعض التحالب والنباتات وبهدف فهم هذا النمو ينكب الباحثون على اختبارات عديدة فبعد حوض خليج مونتري في كاليفورنيا هاهم باحثون مختبر في الفرانش تومير لعلم المحيطات والواقع جنوب فرنسا يحاولون محاكاة هذا التطور في البحر المتوسط وباختصار سيقومون بعزل بقعة صغيرة وأخضاعها بشكل استناعي للظروف البيئية المتوقعة بين 2050 و2100 وسيحاولون استباق التقلبات المستقبلية